تظهر صور ملتقطة بالأقمار الصناعية أن الطبقة الثلجية التي تغطي سطح المحيط تتقلص كل عام بنسبة 4% وطبقا للبيانات التي أرسلها قمر ناسا الصناعي فقد تبين أن الجليد في المحيط المتجمد الشمالي قد انكمش بنسبة 50% بين شهر فبراير 2007 وشهر فبراير 2008 وقد عاد الجليد للظهور وغطى سطح المحيط خلال شتاء 2007 واستمر ذوبان الغطاء الجليدي حتى لم يتبقى في سبتمبر 2007 سوى 4.2 ملايين كيلو ماتر مربع من الطوف الجليدي البحري هي أقل مساحة مسجلة على الإطلاق وتقل بنسبة 23% عن الرقم القياسي المسجل قبل عامين فقط ذوبان الجليد هذا يهدد العالم بأسره بحسب علماء فجزيرة جرينلاند الشاسعة المتجمدة في شمال كوكب الأرض وحدها تضم كميات من الجليد تكفي لرفع منسوب البحار سبعة أمطار في حال ذابت كلها الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة ساينس أدفانس كما ذكرنا هي غيرت اعتقادا سادا لسنوات وهو أن ذوبان الجليد سيتباطأ مع آخر الصيف لأن شبكة من القروات تحمل الماء بعيدا عن الجليد فتجعل الطربة أقل انزلاقا إلا أن الدراسة أثبتت أن الطربة نفسها تؤثر في انزلاق الجليد وأنها شاشة رسوبيات تحت الجليد تؤدي إلى تسارع في ذوبان الجليد أيضا ترجمة نانسي قنقر